أي نجاح طبعاً يترجم لإرادات ومكاسب كبيرة جداً وخصوصاً إن الكرة بقت واحدة من أهم الصناعات أو الجزء المرتبط باقتصاديات الرياضة في العالم كله وإحنا في الأهل يبنى المزدى بشكل كبير حتى من خلال مشاركتنا في البطولات الكبيرة وتتوجنا بسواء لقب دوري أبطال أو سوبر إفريقيا أو حتى مشاركتنا في كاس العالم للأنديا بس بمناسبة الدوري الأسباني الحقيقة أنا مبارح وأنا بتابع ماتش الريال وأتليتكو مدريد افتكرت إن أنا يمكن من أكتر من سنة كلمتها نفسها ديسة على مشكلة الحقيقة مش عارف هي مشكلة يبدو إنها صعبة أو إنه وحدش عنده الجرأة أو الشجاعة إنه مش بس يحاول يطرح فيها حلول وقعية قابلة للتطبيق والتنفيذ لكن بس مجرد الطرح العام يعني نطرح ونتناقش ونوصل لحل لأنه الحل ده يكون من مصلحة الجميع سواء تحت كورة سواء ربطة أندية سواء الأندية اللي بتشارك في المسابقات المحلية أو حتى في مصلحة المنتخبات المختلفة بس مش بس المنتخب الأول كلام على امتداد المواسم لتوقيتات بتكون صعبة جدا أو مش منطقية أو مش مفهومة إمبارح الريال كان بيلاعب قتلتكو مدريد في نهاية الدوري الأسباني الدوري الإنجليزي كمان تلت مواجهات تخلص في خلال حوالي 15 يوم يعني معايد نهاية الدوري الإنجليزي 22.5 معايد نهاية أكبر مسابقة في أوروبا دوري أبطال أوروبا 28.5 إحنا نتكلم في أن إحنا لسه هنبتدي في مصر هنا الدور التاني من بطولة الدوري بنتكلم هنا في مصر أن إحنا بنفكر إزاي نكمل الكسبة على الموسم اللي فات وإزاي هنلعب مباراة الكسبة على الموسم الجديد وده معناه أنك أنت تغرج خارج السرب أنت في كوكب تاني وده تأثيره عنيف جدا على كل المستويات عنيف مبدئيا على النواحي الفنية والبدنية لللعابين اللي بقى لهم ثلاث مواسم على مستوى كل أنديت مصف مش بكلم بس على الأهلي بقى لهم ثلاث مواسم تقريبا بيلعبوا بشكل مستمر مفيش البريك مفيش فترة إعداد مفيش فريق عنده قدرة أنه يجهز نفسه الموسم جديد وأن يدي لعابته الفترة الكافية من الراح وطبعا الأهلي وأكتر فريق بيحاول يعني يتفادى المشاكل السلبية مع كمان ارتباطاته الدولية أنا بكلمكم على أنه النادي الأهلي لعب تقريبا من ساعة ما تولى مسيماني المسئولية شهر عشر وعشرين يعني خلال سنة ونص لعب خمسة وثلاثين مباراة دولية في فترة سنة ونص لعب ثلاثة في بطولة دولي الأبطال النجمة التسعة الوداد الراح جاي والزمالك في النهائي لعب 13 في النسخة الأخيرة من دولي الأبطال اللي فاز بها النادي الأهلي النجمة العشرة ولعب 11 ماتش في النسخة الحالية من دولي الأبطال حط عليهم اتنين سوبر إفريقيا نهضة بركان والرجاء المغربي وحط عليهم ستة كاس عالم ثلاثة وثلاثة فبالتالي عدد بالإضافة طبعا للدوليين يعني الأهلي فيه تقريبا عشر اتنشر لعيب دولي سواء في منتخب مصر أو منتخب تونس أو منتخب ماليا أو منتخب المغرب بشاركوا مع منتخباتهم في كل التجامعات الدولية تصفيات كاس عالم دوري بطولة أمم إفريقيا بطولة عربية وبالتالي حجم اللعب أنا أتكلمش كل ده على بطولة دوري وعلى بطولة كاس في مصر هنا فطبعا كل ده مرتبط بأحمال كبيرة جدا على اللعبين وولاية تخلى لها فترات راحة كافية الجزء الثاني مرتبط بالتعاقدات يعني أنت النهاردة متعاقد مع اللعيب في مدى زمني معين مضطر أو مش عارف بقى هتعمل إيه يعني اللعيب ده يكمل مع فرقته البطولة ولا هنا يقول لنا العادي انتهى وبالتالي مش هقدر أكمل الموسم مع الأندية الأندية نفسها وقدرتها على تسويق لعبتها على بيع اللعيبة دي والاستثمار فيها وعلى أنها تبرم صفقات تانية شيء في منتهى صعوبة إزاي ممكن ده يتم وإنت بتتخلص الموسم في الوقت اللي الموسم فيه في أغلب دوريات العالم بدأت بالفعل هتعمل تعقودتك إزاي ترانسفر ماركت يحصل إزاي فالحقيقة المشكلة عنيفة جدا على كل مستوى وتبقى أنت بتخلص الموسم هنا والموسم بيبتدي بره وعلى مستوى المنتخبات أزمة حقيقية لأنه أنت هنا مرتبط بمباريات وفرق عندها ارتباطات سواء في بطولات محلية أو بطولات خارجية زي الرباعي المصري وفي نفس الوقت النشاط بره مثلا متوقف المنتخب والأجندة الدولية ممكن يعملها إزاي القدرة كمان على تسجيل لعبين جدد حتى تسجيل الأندية المصرية النهاردة بتقول أنه الأندية المصرية اللي هتشارك في المسابقات القرية الموسم اللي جاي هاخدها اعتمادا على نتائج الدور الأول منتهى الظلم والتعسف الحقيقة فبالتالي عندك مشاكل كتيرة جدا فترة انتقالات يناير بتبقى لحمة في بداية موسم ففي النهاية حالة عك عنيفة جدا مش عارفين لإيه لحل وابتدينا الموال ده أو المشكلة دي بقالنا ثلاث سنين جات لجنة ومشت لجنة وجات لجنة ومشت لجنة وجي مجلس منتخب والغاية النهاردة محدش بيطرح كيفية أو ايه هو السبيل المنطقي أو القابل للتطبيق اللي ممكن نخرج منه من الديلاما دي